أكد مجلس أمناء الحوار الوطني تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية وذلك للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها يقوم على مقرارات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضي ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وشدد المجلس على مساندة موقف الدولة المصرية والذي عبر عنه الرئيس السيسي بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا داعيا أبناء الشعب في كل أرجاء فلسطين إلى التمسك بأرضهم الطاهرة أشهد مجلس أمناء الحوار الوطني بكل قرارات مجلس الأمن القومي والذي ترأصه الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري الشعبي والرسمي وخصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون فيه وفي حمايته فضلا عن الرفض التام لأي دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو إقليمي خاصة من دولة الاحتلال تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته فلا يملك أحد في العالم كله سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقرارات الشرعية الدولية